شو ما رايح للحجيش عجب ها؟ أعرف أنا ثلاث دورات نيابية ما رحت للحج ولا وصلت للحج وقدم طلب وطلب دائما يرفض ليش ما أعرف يعني الأخوان الظاهر بس الفازدين لأن تدري أنا أقول لك أكو موضوع مهم جدا على طاري هاي السالفة أي أنا أعتقد باتشر تدري إحنا اليوم باتشر موعد نعيد باختلاف الرؤية وهذا أمر فقهي ولا يفسد في الودة قضية نعم الموضوع الآخر أنا أقول باتشر السياسين الفاسدين باتشر موعد عدهم باتشر يمثل عدهم أكبر يوم لعقوق الوالدين لأن باتشر كبيرهم وأبوهم والشيطان راح يرجمونه بالحصو أكو واحد يرجم أبو أنا أخوك ثاني شي تم رايح هناك شا سونا نتعجب اليوم طبقة سياسية بكاملها أي هذا كبيرهم الذي علمهم السحر قال لأغوينهم ولا أقعدن لهم على الطريق واليوم لا مو قاعدنهم على الطريق هم راحوا على الطريق راح يرجمونه ويجون أكو واحد يضرب أبو زحمه يعني فش لا أشوفه بالعكس المفروض السياسين يسوي لهم دربوا بوحدهم يبوسونه ويطلعون بدون ما يضربونه القضية الأخرى اليوم إحنا نمر بمرحلة يعني أنا أعتقد مفصلية بين أن يكون العراق والشعب العراقي وبين أن لا يكون طبعا هو كحالة معنوية مو كحالة وجودية مادية وإلا شعب باقي ويتمدد وهي الطبقة السياسية أنا أعتقد باقية وتتمدد لما تمتلكه من أمور للأسف الشديد هناك من يتجاوب معها يعني اليوم يرادلنا تغيير طبقة سياسية حقيقية لأجل أن فعلا يجي العيد بشيء جديد وإلا نفس المتغيرات الحج راح أنت أسأل اليوم ذولة كم مرة راحوا للحج تعال جيب جوازاتهم اتشم عمره اتشم حج يعني ذولة ظاهر كل سنة يلمون الذنوب ويروحون يستغفرون بس أنا سامع يا أستاذ كارم منها وأعظم من عدها وأكبر من عدها سامع منهم مرات يقول لك يا با أنت تبوق بهاي السنين كلها من يجي وقت الحج يوقع عند النطائحات للطيبين فهم جزر يدي يغسر الذنوبة هس ليش جزر يدي يتوب شكوا بيها لا أستاذ نجم هاي بدعة هاي بدعة اكتشفها الفاسدين الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب إلا في حال إعادة هو يقول لك تغفر الأمير الممني عليه السلام يقول يبنى على عدة ست مواقع منها إذابة اللحم والشحم اللي يبنى وين على الحرام زينا إذا هو الرحمة وشحمة وعظمة وضميرة ونفس الأمارة بالسوء إذا هو حتى كل جسمه كل إحساسه إحساسه الإرادي ولا إرادي كله نبنى على مال الحرام فكيف الله سبحانه وتعالى يغفر له كل سرقات هاي أبناء الشعب العراقي اللي يسرقوها وحولوها من مالات ومولات وارصده بالخارج وفلوس وجي كلاسات وسيارات مترفة وراقية ومزارع وبدأ أصلا بدأ ما يتمتع غير جليسة بس قل لي مدام أنت قررت تفتح هذا تتوقع من عنده يروح يتوب اشتركوا في القناة